جيش دي يكون حاجة مقدسة كذا معظمة قاعدة بعيد ما تكون جزء من المفاوضات السياسية فإذا نحن ندعو إلى أن لا يكون الجيش جزء من المفاوضات السياسية وأن لا يكون الجيش حزبا سياسيا وأن لا يناقش مع قوة مدنية محاصصات في سلطة انتقالية ما الموضوع الأول الموضوع الثاني الذي جاء على لسان القائد العام ونحن نأيده هو قال الحركة الإسلامية ما عندها طريقة ترجع للسلطة عبر الجيش نحن أيضا نقول ليس الحركة الإسلامية أي طريقة لكي تعود للسلطة عبر الجيش إذا عايزة ترجع للسلطة ترجع عبر صناديق الانتخابات ما صناديق الزخيرة لكن في ذات الوقت كذلك نقول لا لعودة قاعدة للسلطة عبر الجيش بنفس الطريقة يعني قحتي برضو يجب أن لا تعود إلى السلطة عبر الجيش والقوة السياسية التي تبتز الجيش الآن بالضغوط الداخلية والخارجية وتقول للجيش سلمني السلطة يعني محمد سلمان فكي قبل كم يومين في السنوراب قال نحن راجعين السلطة هم كقوة سياسية نحن أسمع من الكلام ده جماعة القوة السياسية الوصول الطريقة الوحيد للوصول للسلطة عندها القوة السياسية المحترمة هي الانتخابات وصديق الاختراع أي قوة سياسية تحاول للوصول للسلطة عبر ابتزاز الجيش فهي قوة انقلابية ترجمة نانسي قنقر